السلام عليكم حبوبات وشراكم ان شاء الله تكونوا خير وعلى خير ركي حصلة وش تدري الفطار أرواحي نطيك حاجة خفيفة عندي المقارن هدايا رولي وش دني رول نغليه وش نديره وعدنا طوماتيش حوالي زوج حبات عدنا طرشي عندي المايس عندي المايوناز عدنا البيض مغلي عندك شوية كاشير المهم وش كان عندك ديري عندي طنطن لازم طن دويل يعني لازم طنة عز زيت وننحضره بعد ما غليتنا هداك المقارن رح نخلط له هاد المكوين نديرو فيه حاجة تكون شوية عريضة كما هادية ونطيبو فيه ونديرو فيها بينسر نخلطه عندنا دي حطيت طوماتيش حطيت نزيد نحط البيض مغلي مع الكاشير هداك والحاجة اللي ما تحبوهش تقدر تستغنو عليها انا نعطيكم فكرة فقط وانت يعد لي كم يحبو ولادك يعني كم الطريقة ليحبوها ولادك وش يحبو يأكلو ديري لهم الداخل ووش الحاجة ليحبوها ديريها لهم داخل هدي السلطة تاع الماقارن هني يعني درت نديرو حوالي اتنين علبو العلبة هديك الكبيرة تاع الطن تاع الزيت ووش عنا تريد نديرو المايوناز دوك المايوناز نديرو حوالي زوج 3 مغارف كبار تاع المايوناز ونديرو ايضا شوية تاع الخل والزيت بيانسوع وشوية ملح الملح ديروش يكون شوية معتادل مديروش بزاف على خطر كل حاجة فيها الملح المايوناز الطن خدو كامل فيهم الاملح ميجوش سامتين هكدا هنا مازان ديندين توريكم شوية تاع الخل وشوية تاع الزيت مازان ما وريناها الكومش وعلا بهذه الطريقة وحنا هنديرو حد دوكوية هكدا كتاع الزيت باش ميتل سقش الماقارن وكامل ويجبنين هادي القليصات على الملح هاكدا بدو نخلطو غير بالعقل هاكدا 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 هاكدا